موسيقى مشاهدين أهلا بحضرات خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عرض نجاحات الدولة المصرية فيه خلال العشر سنوات الماضية ألقى السيد الرئيس العديد من الكلمات الهامة خلال هذا المؤتمر فأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قطاعات البترول والغاز والكهرباء لا تدار بشكل استثمار قائلا لو القطاعات دي تدار بشكل استثماري البترول والغاز والكهرباء كنت هتيجي النهاردة تنزل شركات الكهرباء في البورصة تجيب مليارات الدولارات مش جنيه وأضاف الرئيس سيسي خلال تعليق مؤتمر حكاية وطن أن هذه القطاعات لا تحقق العواقب القطوبة بسبب الدعم أضاف الرئيس كان لابد من عمل شبكة كهرباء نفذنا ست محطات بتكلفة خمسة وأربعة من عشر مليار درار وتبقى اتناشر محطة والتابع العلاقة بين الاستقرار والدولة كدولة هي علاقة عميرة وأصيلة حتى لا يكون هناك مشكلة في الطاقة أو التعليم أو الصحة وقال أيضا دخلنا في قضايا تحكيم وتراجع إنتاجنا نتيجة أن شركات البترول أحجمت عن العمل في مصر وذلك في فترة فيروس كورونا والسبب هو عدم وجود طلب على البترول أو الغاز ومع نهاية فيروس كورونا وجدوا أنفسهم مخطئين في تقديرهم فهذا أمر ليس في مصر فقط وإنما في العالم ثم عادت بعدها خركة الاستكشاف وقال رئيس عبدالفتاح السيسي أيضا أن زيادة إنتاج الغاز خلال 28 شهرا وفر علينا أموال كانت تستورد مصر بها الغاز وكان هناك التزامات مع الدول الشقيقة لمادهم بالغاز يشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز لمحاول الاقتصاد يشارك فيها كبار الوزراء يحضر الدكتور السعيد وزير التخطيط والتنمية ودكتور محمد معيد وزير المالية وأيضا أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودكتور الرانية المشاط وزيرة التعاون الدولي تتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الانتصال أما عن جلسات اليوم الثاني تشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية يشارك فيها دكتور محمد شارك الشاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والتروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي يحضرها سامح شكري وزير الخارجية المستشارة عمر مروان وزير العدل بالواقب محمود توفيق وزير الداخلية يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية أما فيها تعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وسكان دكتور النبين القباج وزير التضامن الاجتماعي سيتم ختام الفعاليات بجلسة ختمية تجمع كبار المسؤولين استعراض نتائج المؤتمر والتوجيهات المستقبلية للتنمية في مصر إذن مشاهدين كانت هذه أبرز تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوري فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء